سيدة يايشين أنتقل لك إذن يحق لرئيسة مجلس النواب الأمريكي أن تذهب لأي مكان هكذا تحدث السيد مونسون لكن النار التي يتبادلها الرئيسان ابتداء الرئيس جو بايدن وأيضا الرئيس الصيني شررتها هل ستكون عسكرية أم ستبقى في إطار الدبلوماسية ومضبوطة بمقياس السياسة مسألة خير أولا أريد أن أشير إلى أن زيارة المحتملة لرئيسة كونغريس الأمريكي بلوس لتايوان خير معقول وأيضا يعني بسبب وضعها هي رقم ثلاثة في الإدارة الأمريكية لذلك فإن هذه الزيارة لا يمكن أن ننتهك لونها الرسمي للإدارة الأمريكية ولا أوافق على ما ذكره الدعيف الأمريكي قبل قليل بأن وصفها بأنها لا يمكن تماثل زيارة رسمية للإدارة الأمريكية الحالية ثانيا يمكن أن نعرف أن الرئيس الأمريكي بادن قد تعهد مؤخرا أمام رئيس سيني شيء أن الوليات المتحدة تحترم بسياسة السين واحدة ولكن يعني كما نعرف أن الرئيس الأمريكي جو بادن يمكنه وأيضا لديه حق لمنع زيارة ترتيب بلوس لزيارته المقبلة فأعتقد أن يجب على الولايات المتحدة أن تتعهد بتعهداتها أمام السين يعني لمرات حول قضية تايوان يعني تحترم سياسة السين واحدة ولا تدعم ما يسمى باستقلال تايوان ولا ترسل إشارة خطيرة وخطئة للأناثر الإنفصالية في تايوان